السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألم بكم شباب إن شاء الله في فيديو النهاردة هنتكلم عن كورس البالو ألتو الفيديو النهاردة بعنوان من كورس بالو ألتو إحنا إن شاء الله هنتكلم كأوفر فيو الخاص بالبالو ألتو تمام؟ البالو ألتو يعتبر يونيفايد مانيجمنت يعتبر زي وزي الفورتي جيت زي وزي برضو الصفص تمام؟ ولكن البالو ألتو يعتبر مميز شوية عن الفورتي جيت والصفص ليه بقى؟ بصوا يا شباب الفورتي جيت والصفص بيهدفوا إلى تحقيق الأهداف القصة بأي نتلك سكيرتي إنجينير بأقل عدد من الخطوات تمام؟ وإن سيمفلست مود بأقصى درجة ممكنة من التبسيط أما البالو ألتو البالو ألتو بيقولك أنا هديك يعني أداء أعلى من الفورتي جيت والصفص وده بالفعل بيتحقق في البالو ألتو طبعا أنا مش بتكلم يعني أنه بيحقق أداء أعلى من الـ يعني بشكل عام يعني على مستوى كافة الفيتشورز لا فيه فيتشورز الفورتي جيت بيتفوق بها على السوفص والبالو ألتو فيه فيتشورز السوفص بيتفوق بها عن الفورتي جيت والبالو ألتو وهكذا لكن في بعض الجسئيات زي الـ 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 دي حاجات البالو ألتو كذلك الموليتورينج دي حاجات البالو ألتو بيتفوق فيها عن الفورتي جيت والصفص يعني وحاجات أكثر من كده تمام؟ البالو ألتو بيقولك أنا هديك إمكانيها أعلى ولكن هقرفك شوية في الـ خلينا نقول يا شباب البالو ألتو فعلا رخم جدا 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 في الـ يعني الفورتي جيت بيقولك مثلا لو أنت عايز تروح من الـ الـ يعني بيقولك يمشي مثلا في خط مستقيم يعني فيه مثل قاعدة بتقولك أن أقرب مسافة بين نقطتين خط مستقيم تمام؟ السوفوس يقولك برضو أوكي الروح بخط مستقيم ما بين 0.1 و 0.2 البالو ألتو بيقولك أدي 0.1 و 0.2 لو أنا عايز أروح من الاتنين دول هممكن أمشي زجزاج قاعدة بيقولك يعني لو أنا عايز أعمل حاجة وهتاخد خطوتين في الـ ممكن في البالو ألتو تاخد أربع خمس خطوات تمام؟ ده يعني تقدروا تقولوا الجانب السلبي شوية في البالو ألتو أنه مهتمش بـ الـ يعني ماهتمش بتجربة المستخدم يطرق انتباع الشخص اللي هيشتغل على البالو ألتو هيكون عامل إزاي؟ هو ماهتمش بالكلام بكله البالو ألتو رغم ذلك بيديك فعلا إمكانيات هائلة بصع شباب البالو ألتو بيشبه في آلية عمله بالـ Cisco Firepower The next generation من Cisco تمام؟ أو إصدار محدث أو محسن من ASA Firepower برضو رخن بتاعته تمام؟ تقدروا تقولوا البالو ألتو واخد شبه منه حتى فيه جزئيات مثل الـ أسلوب عملها في البالو ألتو متطابقين إلى حد كبير جدا متطابقين مش حتى متشابهين نفس الخطوات انت بتعملها هنا هي اللي انت بتعملها هنا عكس تماماً في الـ أنا عشان أفلتر أروح أقول مثلاً مثلاً زي الـ فيسبوك أنا أعمل له تمام؟ أكثر مثال مبسط لكن في البالو ألتو أنا ما بقولوش لا امنع الفيسبوك لا أنا بعمل حاجة اسمها بحط فيه الـ فيسبوك وبعدين بروح في رول أقول له ديناي الرول دي ما بقولوش ديناي الـ المعين لا بقولو ديناي الرول دي تمام؟ فبعض الـ البالو ألتو بيختلف فيها عن الـ ومع ذلك أنا مش هريزك تقلق لأن في الكورس الخاصة بالـ احنا مبسطنك الدنيا إلى أقصى درجة ممكنة يعني من الآخر يا جماعة كده اللي ربنا قدرني عليه شرحته مش حتى كـ كذلك فيه اسلوب توصيل الـ اسلوب تبسيط الـ الخاصة مثلاً بالـ VPN أو الـ أنا حاولت بقدر الإمكان أن أبسط لك أي تارجت أنت عايز تنفزه على البالو ألتو إلى يعني مثلاً الـ والله يروح اعمل بروفايل في الآيك فيز وان وبعدين اعمل بروفايل في الآيب السيك فيز تو وبعدين اعمل الجيتوي فأنا غزقتلك كل جزئية تنفز على البالو ألتو إلى مجموعة من الباترنز حتى كمان ما تيجي تعمل فأنت تبقى عارف حسب المشكلة اللي بتقابلك في البالو ألتو مثلاً مشكلة بالـ انت عارف أن المستند على ثري باترنز تمام؟ فأنت تروح تعمل على خاصة خاصة بـ ثري باترنز بتوعك أو باترنز يعني قالب يعني ايه أو جزء مثلاً كأنني بقول لك يعني في بي بي انت صحيحة أنا سنتقول لك لثلاث جزاء أو ثلاث مراحل من الخاصة فدي المتدولوجي ان احنا اشتغلنا عليها في كورس البالو ألتو تمام؟ تعالوا نبصوا على المحتوى الخاص بالكورس اللي انت هتستلمه إن شاء الله لما تشتري الكورس دي محتوىات الكورس اللي انت لما تشتري الكورس بتستلمها تمام؟ أول حاجة لترينيج لابس ثاني حاجة لترينيج ماتيريالز اللابات دي الملفات التنفيذية اللي انت هتتشتغل بها فيه طايب 1 لابس طايب 2 طايب 3 طايب 1 ماسك عدد معين من المحاضرات يعني مثلاً مثلاً ممكن من أول محاضرة 2 إلى حد محاضرة 15 انت شغال على الخاصة بطايب 1 طايب 2 مثلاً طايب 3 طايب 3 طايب 4 طايب 5 طايب 3 وهكذا تمام؟ دي ملفات التنفيذية اللي انت هتشتغل عليها هادي مثلاً الايه؟ ده الخاصة بطايب 1 تمام؟ هادي مرتبط بـ راوتر ورايح على كلاود على الانترنت اللاب موجود انت مش هتحتاج قدي ده ملف التنفيذ بتاعه انت مش هتحتاج انك تكريته من اول وجديد طب هكريت اللاب ازاي؟ أو هشغل اللاب عندي ازاي؟ اتقل عليها لما مستعرض الكورس هتكلم باخر نقطة ازاي تشغل اللابات دي تمام؟ زي ما احنا تكلمنا في فيديو انترو البورتيجيت قلتلك ازاي تشغل اللابات البورتيجيت نفس القصة هنكررها مع البالو ألتو ترينيج ماتيريالز دي السلايدز السلايدز الخاصة بالكورس تمام؟ كل سلايد مكونة هتلاقي كده الايه؟ السور موجود فيها كل لاب مطلوب منك ايه؟ بيقولك مثلاً ترينيج ماتيريالز ثم بعد ذلك الفيديو دي الفيديوهات الشرح عندك من تقريباً خمسين فيديو تمام؟ خمسين فيديو بيشرحوا البالو ألتو انا ابقى كدبت عليك لو قلتلك ان انا جبتلك البالو ألتو من الجلدة للجلدة مفيش حد بيشرح من الجلدة للجلدة تمام؟ ولكن انا شرحت لك الحاجات العديدة اللى انت تحتاجها بشغلك سواء الحاجات دى أبغ sob الـ eting تمام؟ فإحنا شرحين هنا الVPN remote site بشكل متعمق جدا 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 كذلك الVPN site to site أنا جزأت لك الباتنس بتاعتك فيه مثلا الIPC configuration, الTunnel Interface, الStatic Crowd, Security Rule, IPC Tunneling يعني دول خمس فيديوهات تقريبا دول خمس فيديوهات بالفعل بيوصفونك إزاي تقدر تبني configuration VPN site to site على أو دول مش خمسة كمان دول ستة ستة فيديوهات بيوصفونك إزاي تبني VPN site to site على البالو ألتو كذلك شرحين SSO داي ما شرحناها في بورتي جيد نفس القصة SSO شرحناها في البالو ألتو مع الLDAP وهتلاقي تعريبا الLDAP أهو Creating LDAP Profile هي some tricks for LDAP Enabling يعني إحنا مسكين جل وزعية ومفصلنا تفصيل عميق كذلك إحنا شرحين Captive Portal Orchestra يعني كاني بقولك أركسترا حاجة جميلة مميزة جدا 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 على البالو ألتو مش هكلمك عنها استنى لما تشوف الفيديو ده هتشوف الإمكانيات رهيبة لخاصية على البالو ألتو كذلك شرحين برضو Wildfire Wildfire Security Profile Configuration شرحين DOS Protection URL Filtering وكذلك Anti-Spyware Vulnerability Protection Security Profile Configuration Quality of Service برضو شرحين ها تمام كل الكلام ده يا شباب مشروح بشكل نظري وعملي يعني أنا كل ده أنا شغلة بات دي configuration 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 مش عايز يجي في تصورك ان احنا ايه هندرارك نظري طيب ده كلام جميل جدا المرامج اللي انت هتستخدمها موجودة في اللينك ده تمام فيه لينك اسمه Tools URL هتفتحه هتلاقي كافة البرامج اللي انت هتحتاجها لكورس البالو ألتو طيب حلو احنا لحد هنا تمام شوفنا المحتوى بتاع كورس يا طرى احنا هنشتغل على الكورس ازاي عملي يعني هتشغل اللي بات عندنا ازاي بصوا يا شباب هتفتح اليوتيوب ثم هتروح على الاتي روح على كورس وامسك المحاضرات الخاصة محاضرة رقم 19 ومحاضرة رقم 20 و 21 ذاكرت التلات محاضرات دول قبل ما تبدأ في البالو ألتو ده لو انت ما عندكش اي concept عن ال GNS3 لبات البالو ألتو شغالين على نسخة version 1.4.4 مش زي البورتي شغالين على 2.0.3 لكن البالو ألتو شغالين على 1.4.4 تمام وأهم حاجة انك تشوف محاضرة ال GNS3 لأنه ده هيعلمك ازاي تفتح يعني ده يعلمك ازاي تشتغل ال GNS3 هلمك ازاي تصبط ال GNS3 بقى يكلمك فيه ان انت ازاي لو عندك project جايبوا من جهاز اخر ازاي تشغله وتايف ال project انه يشتغل على الجهاز بتاعك ده كده فيما يخص التشغيل اللابات كده يعتبر بفضل الله كده خلصنا فيديو الخاص بالبالو انا يعتبر خلصت اشوفكو على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة